شهر رمضان المعزمنا وداني دعا اللهم يا من لا يرغب في الجزاء ويا من لا يندم على الأطاء ويا من لا يكافر عبده على السوام منتك ابتداء وعفوك تفضل وعقوبتك عدل وقضاءك خيرة إن عاطيت لم تشب عطاءك بمن وإن منعت لم يكن منعك تعديا تشكر من شكرك وأنت ألهمته شكرك وتكافر من حمدك وأنت علمته حمدك تستر على من لو شيت فضحته وتجود على من لو شيت منعته وكلاهما أهل منك للفضيهة والمنع غير أنك بنيت أفعالك على التفضل وأجريت قدرتك على التجاوز وتلقيت من أصاك بالحلم ومهلت من قصدا لنفسه بالظلم تستوذرهم بأناتك إلى الإنابة وتترك معاجلتهم إلى التوبة لكي لا يهلك عليك هالكهم ولا يشقى بنعمتك شقيهم إلا أن تولي الإعذار إليه وبعد تراض في الحجة عليه كرما من أعفك يا كريم وعائدة من أطفك يا حليم أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفك وسميته التوبة وجعلت على ذلك الباب دليلا من وحيك لألا يدل عنه فقلت تبارك اسمك توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير فما عذر من أغفل دخول ذلك المنزل بعد فتح الباب وإقامة الدليل وأنت الذي زد في السوم على نفسك لعبادك تريد ربحهم في متاجرتهم لك وفوزهم بالوفادة عليك والزيادة منك فقلت تبارك اسمك وتعاليت من جاء بالحسنة فلو أشروا مسالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وقلت مثل الذين ينفقون أنوالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضعف لمن يشاء وقلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه لو أضعافا كثيرا وما أنزلت من نظائرهن في القرآن من تضاعف الحسنات وأنت الذي دللتهم بقولك من غيبك وترغيبك الذي فيه حظهم على ما لو سترته عنهم لم تدركوا بصارهم ولا تعيه أسمعهم ولم تلحقه أوهامهم فقلت اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقلت لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقلت دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن إبادتي سيدخلون جهنم داخرين فسميت دعاك إبادة وتركوا استكبارا وتوعدت على تركه دخول جهنم داخرين فذكروك بمنك وشكروك بفضلك ودعوك بأمرك وتصدقوا لك طلبا لمزيدك وفيها كانت نجاتهم من غضبك وفوزهم برضاك ولو دل مخلوق مخلوقا من نفسه على مثل الذي دللت عليه عبادك منك كان محمودا فلك الحمد ما وجد في حمدك مذهب وما بقي للحمد لفظ يتحمد به ومعانا ينصرف إليه يا من تحمد إلى عباده بالإحسان والفضل وغمرهم بالمن والطول ما أفشى فينا نعمتك وازبغ علينا منتك واخصنا ببرك هديتنا لدينك الذي استفيد وملتك الذي ارتضيت وسبيلك الذي سهلت وبصرتنا الزلفة لديك والوصول إلى قرامتك اللهم وان تجعلت من صفايا تلك الوظائف وخصائص تلك الفروض شهر رمضان الذي اختصسته من سائر الشهور وتخيرته من جميل أزمنة والدهور وآثرته على كل أوقات السنة بما أنزلت فيه من القرآن والنور وضعفت فيه من الإيمان وفرضت فيه من الصيام ورغبت فيه من القيام وأجلت فيه من ليلة القدر الذي هي خير من الفشار ثم آثرتنا به على سائر الأمم واستفيتنا بفضله دون أهل الملل فسمنا بأمرك نهاره وقمنا بعونك ليله وتمتعرضين بسيامه وقيامه لما أرزتنا له من رحمتك وسببتنا إليه من مثوبتك وأنت الملي بما رغب فيه إليك الجواد بما سئلت من فضلك القريب إلى من حاول قربك وقد أقام فينا هذا الشهر مقام حمد وصحبنا صحبة مبرور وأربحنا أفضل أرباح العالمين ثم قد فارقنا عند تمام وقته من قطاع مدته ووفاء عهده فنحن مودعوه ودعى من عز فراقه علينا وغمنا ووحشنا انسرافه عنا ولزمنا له الذمام المحفوظ والحرمة المرعية والحق المقضي وفنحن قائلون السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويعيد أوليائه الأزهر السلام عليك يا أكرم مسحوب من الأوقات ويا خير شهر في الأيام والسعاد السلام عليك من شهر قربت فيه الآمال ونشرت فيه الآمال السلام عليك من قرين جل قدره موجود وأفجع فقده مفقود ومرجوب آلم فراقه السلام عليك من أليف آنسا مقبلا فسر وأوحشا من قضيا فمضب السلام عليك من مجابر رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب السلام عليك من ناصر آن على الشيطان وصاحب سهل سبل الإحسان السلام عليك ما أكثر عتك الله فيك وما أسعد من رعا حرمتك بك السلام عليك ما كان أمحاك للذنوب واستركا لأنواع العيوب السلام عليك ما كان أتولك على المجرمين وأهيبك في صدور المؤمنين السلام عليك من شهر لا تنافسه الأيام السلام عليك من شهر هو من كل أمر سلام السلام عليك غير كريه المصاحبة ولا ذميم الملابسة السلام عليك كما وفدت علينا بالبركات وغسلت عنا دنس الخطيات السلام عليك غير مودع برمه ولا متروك سيامه سامه السلام عليك من مطلوب قبل وقته ومحزون عليه قبل فوته السلام عليك كم من سوء صرف بك عنا وكم من خير أفيد بك علينا السلام عليك وعلى ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر السلام عليك ما كان أحرصنا بالأمس عليك وأشد شوقنا غدا إليك السلام عليك وعلى فضلك الذي حرمناه وعلى ماض من بركاتك سلبنا اللهم إن أهل هذا الشهر الذي شرفتنا به وقد تناف بمن نکاله حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله وأنت ولي ما آثرتنا به من معرفته وهديتنا له من سنته وقد تولينا بتوفيقك سيامه وقيامه على تقسير وأدينا فيه قليلا من كثير اللهم فلك الحمد إقرارا بالإساءة واعترافا بالإضاءة ولك من قلوبنا عقد الندم ومن ألسنتنا صدق الاعتذار فأجرنا على ما أصابنا فيه من التفريط أجرا نستدرك به الفضل المرغوب فيه ونعتاض به من أنواع الذخر المحروس عليه وأوجب لنا أذرك على ما قصرنا فيه من حقك وأبلغ بأعمارنا ما بين أيدينا من شهر رمضان المقبل فإذا بلغتنا فعين على تناول ما أنت أهله من العبادة وأدنا إلى القيام بما يستحقه من الطاعة وأجر لنا من صالح العمل ما يكون دركا لحقك في الشهرين من شهور الدهر اللهم وما ألمنا به في شهرنا هذا من لمم أو إثم أو واقعنا فيه من ذنب أو اكتسبنا فيه من خطية على تعمد مننا أو على نسيان ظلمنا فيه أنفسنا أو انتهكنا به حرمة من غيرنا فصل على محمد وآله واسترنا بسطرك وعفونا بعفك ولا تنسبنا فيه لأعين الشامتين ولا تبسط علينا فيه ألسنا الطاقين واستعملنا بما يكون حطة وكفارة لمن كرت مننا فيه برافتك التي لا تنفض وفضلك الذي لا ينقص اللهم صل على محمد وآله واجبر مصيبتنا بشهرنا وبارك لنا في يوم عيدنا وفترنا واجعله من خير يوم مر علينا أجل به لعفو وأمحاه لذنب واغفر لنا ما خفيا من ذنوبنا ومعلن اللهم واسلخنا من سلاح هذا الشهر من خطايانا واخرجنا بخروجه من سيئاتنا واجعلنا من أسعد أهله به وأجزرهم قسما فيه وأوفرهم حظا منه اللهم ومن رعا حق هذا الشهر حق رعايته وحفظ حرمته حق حفظها وقام بحدوده حق قيامها واتقى ذنوبه حق تقاتها أو تقرب إليك بقربة أو جبت رضاك له وعتفت رحمتك عليه فاب لنا مثله من وجدك وعاتنا أضعفه من فضلك فإن فضلك لا يغيذ وإن خزائنك لا تنقص بل تفيد وإن معادن إحسانك لا تفنى وإن عطاك للعطاء المهنة اللهم صل على محمد وآله واكتب لنا مثل أجور من سامه أو تعبد لك فيه إلى يوم القيامة اللهم إنا نتوب إليك في يوم فترنا الذي جعلته للمؤمنين عيدا وسرورا ولأهل ملتك مجمعا ومحتشدا من كل ذنب أذنبناه أو سوء أسلفناه أو خاطر شر أذمرناه توبة من لا ينتبه على رجوع إلى ذنب ولا يعود بعدها في خطية توبة نصوحا خلست من الشك والارتياب فتقبلها منا وارضا بها عنا وثبتنا عليها اللهم ارزقنا خوف إيقاب الوعيد وشوق ثواب الموعود حتى نجد لذة ما ندعوك به وكابتا ما نستجيرك منه واجعلنا إندك من التوابين الذين أوجبت لهم محبتك وقبلت منهم مراجعة طاعتك يا عادل العادلين اللهم تجاوز أن آبائنا وأمهاتنا وأهل ديننا جميعا من سلف منهم ومن غبر إلى يوم القيامة اللهم صلي على محمد النبينا وآله كما صليت على ملائكتك المقربين وصلي عليه وآله كما صليت على أنبيائك المرسلين وصلي عليه وآله كما صليت على إبادك الصالحين وأفضل من ذلك يا رب العالمين صلاة تبلغنا بركتها وينالنا نفعها ويستجاب لها دعونا إنك أكرم من رغب إليه وأكفى من توكل عليه وأعطى من سعيل من فضله وأنت على كل شيء قدير